من الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سبيل كريم للحلقة التامنا في دور التعليم سابق الفين والحالة دي برضو نكمل فيها في الفريمز. حالة النهاردة نبدأ فاهم مثال في موضوعات كتير جدا عاوز اغطيها في حالة النهاردة. زي نشوف كده اللي قدامنا. اولا احنا شوفنا بنفرات زي نعمل فدي حاجة من مرة الفاتت. شوفنا برضو زي نعمل الحمل اللي هو ده. لكن هنا عندنا اضافات كتيرة. اولا ازي او زي اعمل المومنت او زي اعمل حل المنشاة ما يكون عندي القيم هنا اللي هي يعني ماليش قطاع ده كام. لكن قال لي اني ده اي وده اتنين اي وده نص اي ده تا اي ده تا اي ده تا اي. فزي اعمل فيها الكلام ده. وهل يستخدمها ينفع استعمالها في الحساب الديفليكشن? لا ما ينفعش. لكن ينفع استخدمها عشان خطر احسب المومنت في حالة المومنت اللي هو ال اه اه يبقى تاني لو المنشاة بتاعي انا عاوز لازم احسب لازم يكون عندي بغض النظر هو لكن في حالة المومنت اللي هو المنشاة بتاعي يبقى مش عاوز قطاع خط خالص. لهو عن اقل عاوز عشان خاطر احسب المومنت بتاعي. في برضو عندنا هنا ازي اعلم حسان حمل على زاوية. يعني عندنا حمل الاربعة طن ده ميل بزاوية معينة. ازي اعمله? ازي اعمل الهنج? احنا عندنا هنج كده هنج مش هنج سابورت. عندنا هنج هنا ازي اعمل ازي اعمل سابورت كده ميل زي كده. يعني عندنا احنا سابورت بتاعنا هنا بدل ما هو كده نعاكسة تانية. ازي اعمل حيزة كده. عندنا الحمل هنا عمودي على الكاميرا. او عندنا الحمل هنا على طول افق بتاع الكاميرا. ازي اعمل الكلام ده كله. فكل ده هنغطين نهارده ان شاء الله في حالات النهارده. فتعالنا نروح على الساب نشوف ندخل الكلام ده ازاي. نيجي كده في الرمج الساب والروح على نفتح صفحة جديدة نيو موديل. بساني طبعا الواحد بتاعتي اقول له طن والمتر وبعد كده ممكن اشتغل بأكتر مسلوب. فنشتغل هنا على اختياري اللي هو الجريد انت عاملين بخط في الاكس. انا عندنا مسافات يعني عندي اربع خطوط. بعد كده في الخط واحد بس انا اشغال في اكس زيت. بعد كده في زيت انا عندي مسافتين يعني عندي تلات خطوط. في مسافات باربعة سهلة. لكن مشكلة في الزيت احنا عندنا مسافة ستة ومسافة تلاتة. طيب هعميلها ازاي دي? فانا فيılوقتي هقول له ستة ومقعد ه اقول له اوكي.انا شو بعد كده زي نعدلها. فقول له اوكي. PWL بلتاح المونشة بتاعي مرتين مرزا ما احنا شايفين Itís واي ومرة في سري دي. فانا افتظ الواحدة فيهم. واختر التانية اختر على هاي مستوى الاكس زيت. فيخليين مستوى الاكس زيت. فانا عندي هنا مسافة اربعة 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 لكن عندي هنا في الارتفاع اندي ستة بعد كده setة تانية. فانا عاوز تلاتة بس. يبقى انا ممكن اعمل ريت كليك هنا واقول له edit great data. واقول له modify وبص على الزيت. هو عندي سفر ستة اتناشر. لا انا عاوز كده سفر ستة تسعة. فاقول له سفر ستة تسعة. اوكي. اوكي. يعملها لي بالمنزر ده كده. وابده ارسم العناصر بتاعدي. فانا عندي فيه فريم من هنا هنا. وفي فريم تاني من هنا لهنا. وبعد كده في العناصر التانية. فالعناصر الفريمات اللي هنا لازم ارسلمها من خلال الأمر اللي هو ممكن ارسلمها بrendre سيمكن طبعا δي الماء يلازم ارسلمها من خلال الأمر информ فانا هروح على أمر كويك فيريم في الأول وكليك هنا على خط جريد دي يدينا على طول العنصر بتاعي فانا كليك هنا وكليك هنا وهنا فيدينا عناصر بتاعلي طيب بعد كده نعود عنصر هنا دي اشتغل بقى اللي هو درو فريم فاشغل رو فريم كده وكليك على النقطة الأولى وكليك هنا يب入أ Uhn اولاني وبعد كده ليت كليك فوق الموز مرة تانية وابدأ من هنا وكليك كده يبقى انا كده عملت المونشة بتاعي يبقى ده السراكش بتاعي احنا طبعا لسه فيه عادي كدير انا احط سببورت واعرف قطاعات وهكذا. نبدأ اولا بالقطاعات. ازاي اعرف اقول له ان ده اي وان ده اتنين اي ده اي وده نص اي. فاحنا عادي عشان نعرف قطاعات بنعمل ايه نعرف قطاع واحد باي ابعاد وبعد كده نعرف قطاعات التانية بنخليها زي ما هي لكن اغير فيها بس اللي هو الانيرشيا بتاعتها. فانا هروح على ديفاين. سكشن بروبرتز. شريم سكشن. اد نيو بروبرتز. واختار اي شكل مش هفر معايا شكل انا في الاخر انا بعرف بس اللي هو اه الانيرشيا بينهم. فمسلا انا تسي اختار اي ويد فلانجا. باي ابعاد واقول له هنا ان ده قطاع اي. ده قطاع اي بتاعي. فانا بعرف انا اقول له ان ده قطاع اي بتاعي. ازاي عرف بقى اتنين اي. اختار اقطاع الاي بتاعي واقول له ات اتنين اي. وطبعا مش اعدلش اي ابعاد خالص. لكن انا حاجة الوحيدة اعدلها ان اروح على حاجة اسمها ده تلاقي عندك مسلا مكتوب عندك بواحد يعني هو بيحسب ويدرابه فلو انا عاوز ضعف الاريا اخلي ده باتنين. لكن انا عاوز ضعف اللي هي المومت في انرشيا باو تري اكس. انا عاوز ده يبقى اقطاعه تلات اضعف ده او مرتين ده. يبقى اقول له هنا اتنين اي. فكده هو يحسب الانرشيا هنا. هتطلع ازاي اقطاع اي. يبقى كده اضربها في اتنين. يبقى ده كده اللي هو اتنين اي. اوكي. اوكي. يبقى كده عندي اي واتنين اي. اختار الاي تاني. واقول له اد كابي بروبرتي. معدلش اي حاجة هنا. اقري الاسم طبعا. اقول له مسلا ان ده تلاتة اي. وبعد كده اروح على واقول له هنا المومت في انرشيا ان ده تلاتة. فكده اصبح ده تلات مرات اللي هو اقطاع الافتراض بتاعي. يبقى انا كده عندي اي واتنين اي تات اي. بالمسك ممكن اعمل برضو اللي هو نص اي. اختار الاي. وات كابي بروبرتي. طبعا شايدا ان تخلمين نص اي فانا اكتب جنبيها اي وعاكده اكتب نص. وبعد كده سيت موديفاير. عندي المومت في نرشي هنا اخليها بنص. يبقى انا عندي سيت موديفاير ده رقم بيتضرف في الحاجة ما بتتحسب. فتاني لو انسان عندنا قطاع ركتانجل كان عبارة عن ابعاده خمسة من عشرة خمسة من عشرة. يبقى الاريا خمسة وعشرين. لو انا حططت هنا اتنين يبقى الاريا هتبقى نص. انه هيدا الاريا خمسة وعشرين في الاتنين. اوكي. 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 كده انا عرفت القطاعات وابدأ با عمل لها تخصيص. فانا عندي ده اي. يبقى اختار ده كده. واروح على واختار من هنا اللي هو الاي. واقول له ابيلاي. فهذا اصبح ده اي. عندي ده نص اي. اختار ده كده. واقول له هنا ان ده نص اي. ابيلاي. بعد كده عندي ده اتنين اي. اختاره. واقول له من هنا اتنين اي. ابيلاي. واخيرا ده. وده. تلاتة اي. اختار تلاتة اي. واقول له. اوكي. على اصول انت خلاص انا خلصت. بكده عرفت انا القطاعات بتاعتي كلها. الخاصة والبعد كده ان نعرف الساببورت اللي عندنا. يعني عندنا هنا في ساببورت اللي هو الهنج عادي خالص. يبقى نختار النوطة دي. وكده اروح على وقول له من هنا ان انا اختار وابلاي في عمل الساببورت بتاعي اللي هو الهنج. طيب بعد كده في ساببورت تاني هنا هنج. فطبعا لو اخترت النوطة دي وروحت على برضو اختار هنج من هنا. واقول له ابلاي. هيعملولي بالمنزر ده كده. فهل ده صح ولا غلط? فكر فيها كده. فالحققها مش تفري في حاجة خالص ده في الاخر ده ايكونة كده. انا بس بقول لنا انا ماسك عندك الحركة في اتجاه واحد وفي اتجاه تلاتة. فهو كده خلاص ما ممسك الحركة. فمش مشكلة ان هي ساببورت بكده او كده. لكن طبعا مفعش اختار النوطة دي. واقول له هنا اختار من هنا رولر واقول له اوكي. لان هو كده انا مسك اتجاه بتاعي اللي هو اللي طلع لفوه. انا عزة مسك اتجاه القفقي بس. فانا هعمل ايه? هروح تاني على الساين الجوينت رستريند. هخليها في الاول. انا اعمل ايه? انا في الاول اعرض المحاول اللوكال اكسيز. احنا نبدأ نشتغل بقى على اللوكال اكسيز كتير. فانا عندي هنا اروح على 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 واعرض اللوكال اكسيز. فانا واضح عندي احمر اخضر ازرق يعني ده اتجاه واحد اتجاه تلاتة. فانا اعرض امسك اتجاه واحد او عزة اتجاه تلاتة. انا عمسك واحد. لكن المشكلة ما بأختار عندي الرولر من هنا هو بيمسك تلاتة. انت شوف هنا عنامت الصح. انا بتختار في كده free مش بيمسك حاجة. لما اختار فيكست بيمسك تلاتة حركات و تلات دورانات. لما اختار hinge فامسك الحركة بس و يسيب الدوران. فانا بتختار من هنا الرولر بيمسك هو ببايج الفول يمسك الحركة رقم تلاتة. لك انا مش عاوز كده انا دي بقى نعمل لي support من منزر ده كده. عشان هو ده support بالنسبة للسب مش standard حية مختلفة فاشا كده هو اداني هنا زي ما يكون نجمة. لكن ده support صح انا مسك فيه اتجاه واحد. ولو دوس طريق تكليك عليها. هتلاولك ان هو مسترين مسك اللي هو اليو واحد بس. اخر حاجة بقى عندنا اللي هو support ده. طيب support ده هجيبه ازاي ده عندي support ماين. هنا بقى لازم الف المحاور بتاعتي. عشان خاطر انا مفعش اختاري النقطة دي كده. واقول له من هنا هنجت هيعملها لي. نعملها لي بالمنزر ده كده. لا انا عاوز هيكون ملفف مع العنصر بتاعي. فلازم اعمل ايه? لازم الف المحاور بتاعتي. فتعال في الاول نظر support ده. ازاي الف المحاور? عشان اختاري النقطة دي كده. واروح على assign joint حاجة اسمها local axis. ده ممكن اصدر عشان خاطر الف المحاور بتاعتي باي زاوية انا عاوزها. فتعال الاول كده نعرض المحاور تاني. المسلينيس على الجوينت واختار local axis. فبيتظهر المنزر كده واضح ان هي ماشية معه. ال global axis. احنا ممكن نخفي ال global axis ثانية واحدة عشان نشوفها كويس. فروحنا رحنا على view وروحنا show axis. فواضح النقصة دي عندها برضو local axis بالمنزر ده كده. فانا عاوز الفها بزاوية معينة. فاختارها كده واروح على assign joint local axis. فبيقول لي الزاوية بتاعتك وهتلف حوالين ايه? فانا هنلف حوالين طبعا اللي هو ال y. فبيقول لي الزاوية بتاعتك بكام? فانا الزاوية بتاعتي انا ممكن احسبها عادي اللي هي من عندي الطول ده اربعة والطول ده ستة. ممكن اح اسم زوية كده تلاقي عندك هتطلع معاك ستة وخمسين تطلع من عشرة. فانا يبقى نلف هنا بقدار ستة وخمسين. طبعا ساشعر فانا هلف موجب ولا سالب. فاحنا عادي انه نلف مرتين ونجربها. بوينت فايف اه five six point three. واقول له apply. فالفه هل يكون واضح ان احنا احنا وزين الفروض نخليها بالماينس عشان تبقى مزبوطة معنا. فانا اقول له ماينس واختار النقطة تانية. وابلاي. يبقى كده لفيني المحاور زي ما احنا شايف كده المحور بقى ماشي مع النقطة. في الوقت لو انا اخترت النقطة دي وروحت على اختارت الهنجد. اوكي. هعملي سبورت بالمنظر ده كده. يبقى تاني ان انا ممكن الف المحاور بتاعتي عشان خاطر اعمل سبورت على المايل. ان انا اختار النقطة بتاعتي واروح على الساين. بعد كده اروح على الجوينت. وعندي حاجة اسمها الوقت. يلف معايا النقطة كده. يبقى كده خلاص سبورت عندي في المسألة. تعالا بعد الوقت نكمل في المسأل بتاعنا ونشوف خطوة اللي بعد كده. فاحنا ممكن بعد كده نعمل عندنا للعناصر بتاعتنا. احنا دينا عنصر ده عبارة عن عنصر اللي هو لينك ممبر. يعني لازم نعمل له من الستارت والاند. فانا اخدناها قبل كده اختار الممبر بتاعي. واروح على الساين فريم. وبعد كده اقول له ريليز بارشيال فكسدي. واقول له افصله من الستارت ومن الاند. واوكي. في عملك الممبر كده وعلي شفنا دي معاناها ان هو كده لينك ممبر. فعندنا نو اللي هنا هي اخر برضه يكون عندي اثنين منبر. يعني لازم نفصل منبر ده. اقسمه من اثنين عنصر. عنصر اللي هو على الشمال اعمل له من الاند او من الشتارت حسب التكاهب بتاعه. والتنا اعمل له الريليز من ناحية التانية. فدي يعمل اللي هو الهند اللي عندنا في المسأل بتاعنا. يبانا في الاول لازم افصل الممبر بتاعي ده. عشان افصل لازم احطه الو بوينت. بني عندي الوينت في النص. يبانا شغل امر اللي هو وشغل الاختيار اللي هو الميد بوينت. وبعد كده اروح هنا كليك على الميد بوينت. في حطي النقطة بالمنزر ده كده. فدلوقتي ممكن بقى اختار العنصر. واختار النقطة بتاعتي. واروح على ايدت. ايدت لينز. وقول له ديفايد فريم. ما اختار ديفايد فريم يقول لي انت عاوز تفصله ايه? كان ممكن افصله مثلا بالنسبة او حاجة. لكن انا بفضل ان تقول له ايه? اتحاد انت النقطة انت عاوز تفصل عندها. واوكي. فاصبح ده عنصر الوحده. وده عنصر تاني الوحد. طبعا بالدفول الجوان بتظهر معانا ممكن نخفيها تاني روح على واختار انفيزابل. واوكي. فاحنا كده اصبح دولة تنين عنصر. ما زال طبعا العنصر ده قطاع اثنين اي والتاني قطاع اثنين اي ده ما هو. لكن دلوقتي انا هعملي انا اعمل اختار عنصر ده. وهو مرسوم من هنا. اللي هنا. يبقى انا هعمل له عند الاند. واختار عنصر تاني اعمل له عند الستارت. وهي هعمل لي الهنج بتاعتي. فانا اختار عنصر بتاعي كده. واروح على الصين فريم ريليز بارشة فكسي. فنفسي فكرة تفقدمها عشان اعمل اللينك ممبر او اعمل الهنج هي نفس القمش. لكن هنا اقول له ايه اعمل من الاند بس. وابلاي. في اعملهولي بالمنزر ده كده. اختار العنصر التاني اللي هو ده. واقول له خليها بقى من الستارت مش من الاند. وابلاي او او اوكي خلاص. في اعمل لي كده. فاديد اصبحت اللينك بتاعتي. يبقى انا بعمل ريليز من ناحية والناحية التانية عشان اعمل الهنج بتاعتي بنونزر ده كده. لو عاوز ننك ممبر اعمل عنصر من البداية والنهاية. الخطرة تالية بعد كده الناحية نبدأ نحط الاحمال عندنا. احنا زي ما شايفين في المسألة بتاعتنا عندنا في احمال كده ميلة واحمال على طول الافقي. بتاعنا نرجع كده ان نشوف الاحمال دي ان تحصل ازاي ونعملها ازاي وبعد كده نكمل في المسال بتاعنا. زي ما احنا ثلاثة اللي هو يكون عمودي على الكاميرا. فثلاثة حالة ديموك نحتاجهم في برنامج الساب. وانا كانت كل تحت حالة النوع بتاعها فعندنا الديد لايف وبعد كده عندنا في حالة مثلا الويند لود. او بصورة عامة اي حمل اللي هو مواقع يعني. حتى لو عندك برضو هيعمل نفس الشكل كده. هتلاحس حاجة اولا احمال الديد واللايف دايما بتكون فقية التحت. دايما مع الجرافتي في تجاه الجرافتي. لكن حمل اللي هو المواقع بيكون دايما عمودي على الصادح. فدا اول فريق الهي 2001 عشة تفرق بين الحمل دايما تتستقدم الحمل ده وامتستقدم الحمل ده. فلو انت عندك حالة ديد او حمل اللايف يبقى دايما ان حملتك هيكون رقصي مع الجرافتي. لكن لو عندك حمل غير من سوائل او من الهوا يعني الفلويد يعني. يبقى في الحالة دي او حملتا يكون عندك عمودي على الصادح. الفريق بقى بين الجياس واللايف. ان اديد يكون بيأسر على الطول المال نفسه. اما اللايف بيكون بيأسرGHT طول وانا دايما بحب اضر المسال بمسال السلم عشان خط تفهم موضوع ده كويس. لما يكون عندك حسن سلم زي كده بميلة. فالديدلود هيمشي على طول كله. لكن اللايف لوز في الاخر الناس بناشي على الدرجات دي كده. فما تكمع الدرجة دي مع الدرجة دي مع الدرجة دي مع الدرجة دي. هديك في الاخر الحمل هيكون على طول الافق. يبقى تاني الحمل اللي هو الويندلود والديدلود على طول كله. اما حمل اللايف هيكون على طول الافق بس. ويحندك أحمال الديد والليف هتكون رأسية ولكن أحمال اللي هي الويند هتكون عمودية على الصاطح فبعد نشوف نفرق بينهم تعالنا نرجع على الساب مرة تانية ونشوف نعمل المسان بتاعنا إزاي نبدأ نحط الأحمال عندنا فعندنا أول حال عندنا حمل اللي هو أنا ده بسيط خالص لو حمل شربه من حرك وانا خدناها بكده أكثر من مرة فنختار الكاميرا بتاعتي عادي واروح على الصين بس فلو نعمل حالة التحميل بتاعتنا فإحنا عيما نروح على ديفاين اللويد باتر مش خطر إحنا ما عندناش هنا قطاعات بس الفويت ملتبلاير لازم يكون بصفر وممكن نشتغل بالديد أو ممكن نعمل حالة تانية حط في الأحمال مش مشكلة بالنسبة لاتسي أشتغل في الديد فنختار الكاميرا بتاعتي دي واروح على الصين فريم لود واقول له حمل ديستيبيوزيز أو حمل موزع طيب الحمل الموزع طبعا مش هنفع حط هنا انفورب انه هو نان يونيفورب فانه اشتغل افسلوت انا عندي الحمل طارع بدايته عند الصفر هيكون مقداره باتنين وبعد كده عند نص الكاميرا اللي هو عند اتنين هيكون باربعة واخيرا عند نهاية الكاميرا عند اربعة هيكون برضو باربعة بترحميل حيارف بتاعي صفر واتنين اتنين واربعة وبعد كده اربعة واربعة طبعا في حالة الديد زي ما هنشاهره مش هنغيرها وبعد كده في الجرافيتي يبقى دخل شرب مجابة وانا بحط هنا قوة وقول له apply فيحطي الحمل بتاعي من منظر ده يبقى ده الحمل اللي انا عاوز نجيب عن كده عندما الحمال بقى اللي هي هنا ازاي بقى احط الحمل مثلا الحمل اللي هو ده او ده فاحنا زي ما شوفنا عندنا تحت حالات واضح ان الحمل ده جاي يعني من تأثير اللي هو حمل fluid اما ده حمل اللي هو live load طب لو انا احط حمل dead load او احط حمل dead load اللي هو الحالة مثلا ان انا عاوز احط حمل يكون عالطول المايل بس رأسي يبقى اختار الكاميرا عملها على طول يعني هنا دي مش فمسال بتاعنا بس انا هجربها برضو لو اخترت الكاميرا دي مثلا وروحت على حالة dead تعالى نعمل اول reset كده نخليها بصفر تاني وفي حالة uniform وقت له مثلا حمل باتنين ما غيرش اي حاجة خالص يبقى هيا فتها gravity كده هيدينا رأسي على طول المايل فلما اقول له apply هيديك الحمل المنظر ده كده اللي هو يمثل حالة احنا مش عندنا فانا يبقى هعمل undo لك احنا عندنا نحمل على الطول الافقي ازي نعمل على الطول الافقي فانا اختار الكاميرا بتاعت كده وبعد ما اختار جرافيتي اقول له جرافيتي برجكت يبقى اللي اختارت لا يدي حالة في حالة القمير المايلة لما اختار بس ده اللي هو حالة كأنها اللي مختلف جرافيتي برجيكتر اللي هي حالة كأنها يعني يدي على طول افقي بس. مقدار الحين بتاعنا اربعة يبقى حطه هنا اربعة. واقول له فلا الحملة ظهر معايا على طول المائي العادي. اه ظهر على طول المائي بس مقداره بقى تلاتة واثنين من عشرة. لان هو برنامج الساب يحول بالنسبة وتناسب ان هو لو اربعة طول افقي هيبقى كامعة تلاتة واثنين من عشرة. فهي دي نفس نتجرى في الاخر بتاعتك. فهو ده حمل اللي هو على الجرافيتي برجيكتر. طيب اخر نقطة بقى ازاي حط الحمل اللي هنا اللي هو عمودي على الكاميرا. طيب احنا مش هينفقى اختار اللي هنا حالة الاكس او الواي او الجرافيتي لان هو في الاخر اكس ماشي كده يزيد طلع لفوق الجرافيتي نازل لتاحت الواي داخل للشاشة. انا عاوز حالة يكون عموديه على الكاميرا. في الحالة دي انا هستخدم محاور التانية اللي هي اللوكال اكسيز. يبقى احنا شوفنا قبل كده انا نحط الاحمال في الجرافيتي او في الجروب ال اكسيز. لكن ممكن بقى لو عندي حمل عمودي على الكاميرا هستخدم اللوكال اكسيز. لما اختار اللوكال كده هتديني من تحت هنا انت عاوز حمل ايه? فانا عندي هنا واحد واثنين وتلاتة. شوف اتجاه اللي انا عاوزه. طب انا هاعرف ازاي? خدنا قبل كده انك تروح على تسبلي. على الفريم وتقول له انك انت عاوز اللوكال اكسيز اوكي. فيعملك احمر اخدر ازرق واحد اتنين تلاتة. فوضع الحمل بتاعنا هيكون في تجاه اتنين. يبقى اختار الكاميرا بتاعتي. واروح على اللوكال واقول له هنا الحمل في تجاه اتنين. المقداره يبقى ماينس اتنين لشان ما ماشى عكس محور اللي هو بتاعي. يبقى كده انا بقول له حط الحمل مقداره ماينس اتنين فعكس اتجاه محور اتنين اللي هو ماشى كده. لما اعملها ابلاي. هيدينا الحمل زي ما احنا شايفين ميل على الكاميرا. يبقى احنا ممكن شوفنا عندنا زي عمل حمل على وزي حمل عمل حمل على الطول اللي هو الميل بتاع الكاميرا. وزي عمل حمل عمودي على الكاميرا من خلال اتجاه بتاعي اللي هو اتجاه اتنين. اخر نقطة عندنا اللي هو الحمل الميل هنا. اللي عندنا حمل مقداره اربعة على ميل على زوية مية خمسة وتلاتين. طب الحمل ده اعمله ازاي? انا قدامي احل من اتنين. يا اما حلله. يا اما استخدم ان انا الف المحاور. وعشان اخطر اعوز اعمل الحلين فانا هنسخ الكاميرا الملف ده. فانا اختار كل حاجة كده. وبعد كده اروح على ادت ريبليكيت. انا بعمل ريبليكيت عشان خاطر اعمل حالتين. هنالف مرة المحاور. ومرة ثانية هحلل الحين ونشوف هل في فرق اولا مش يحصل عندنا فرق. لما قولي ريبليكيت. هيقول لي هعمل نسخة واحدة. مسلا اقول له هتعلى. الاكس مسلا هي طوله اتناشر. لات سي على بعد تلات اشر متر. اوكي. بعمل لك كاميرا. يبقى هو ده نفس الكلام بالزبط وكل حاجة معانية. يعني حتى القطاعات. لو عملنا حتى اه تس بلاي مسلينيس للريليز. ريليز بارشي الفيكستي. هتلاقي كل حاجة ما انت تبقى. الفرق الوحيد بس ان احنا هنحط الحملة هنا المايل. ونحط هنا الحملة على الزوية بتاعته. هنجي في الحالة اللي هي على الشمال دي. انا بس هعمل شو ان ديفور متشيب. واخترى النقطة بتاعتي. واعاوز الف المحاور. عشان الف المحاور شوفنا قبل كده اختار النقطة واكده اروح على الساين. جوينت واكده عندي اختار اللي هو اللوكل اكسيز. الزوية اللي هي لفي بي طبعا انا هنلف احاول محور واي. والزوية بتاعتي هتبقى خمسة واربعين. انا نلف خمسة واربعين كده. وابلاي. اوكي. اتلاقي المحاول تاعتك طبعا هو في الاول يقول لجلوبال. يعني اشتغل في الاكس او الواي وزيت مش انفع معايا هنا. فانا اختار من هنا اقول له لوكل. فيخليها واحد واثنين وتلاتة. فانا زي ما احنا شوفنا الحمل بتاعي في اتجاه نقطة رقم واحد. فاختار واحد كده. واقول له الحمل عندي مقداره اللي هو اربعة. فقول له اربعة. اوكي. فيحط لك الحمل مائل بالمنزر ده كده. ويحنا كده خلصنا مساء بتاعنا. بس انا اقرب الحالة التانية لو انا حال الحمل بتاعي. طيب الحمل ده ازولة خمسة واربعينة حلالة. لاي عندي اربعة قزين سيتا. اللي هي خمسة واربعينة تلق لك معايا في الخد تو بوينت اتري. فانا اختار البوينت النقطة بتاعتي. وهروح على الساين. جوينت. لود. وبعد كده اقول له فورسز. ممكن اشتغل في الجلوبال عادي. فانا عندي في الاكس هتبقى تو بوينت ايت ثري. وبعد كده عندي. خلالها جلوبال تو بوينت ايت تري. وعندي في الزيت هتبقى. مينس اي at تري. عشان الحملها يبقى نزل تحت وقالل عندي نزل ترعي فسا. يجبنا كده حللت الحملة بتاعي الى مكونات بتاعته اللي هي اتنين واي ايت بوينت اي. واوكي? يعمل لك الحمل كده. يجاد بانه دخلت مرة للي هو الاربعة. ومرة ли هو اتنين بوينت ايت تري. بعد كده. يجال كده خلاص للمسال потاعي. ابدأ فعلا الحالة شايفة متطبقة تماما لان عندنا الحالات كلها زي بعضيها تماما. تعال بقى نشوف المومنت والكلام ده. فروحنا مسلا رحنا على الجوينت في الاول شوف الرياكشنز. وحالة الديت. واقول له اوكي. نلاقي عندي الرياكشن بتاعتي. فاول حاجة لاحظة الرياكشن هنا اللي لاقيه افقي. ده ده لنا كنتعاوزه. انا كنتعاوز هنا في الرياكشن افق لازم في حال رأسي. فعندي الرياكشن افق اللي هو مقدره المحاول الرياكشن بالمنزر ده كده. وفي الاخر هنا طبعا في مقدر اللي هو تسعة وشرين تاتا وتلاتين اللي هو القوة في الينك ممبر. ولو رحنا طبعا احنا نقيم هنا وتطبقى تماما هنا فمفيش فرق انا كنت اخدتها على المايل او حللت الحمل بتاعك. لو رحنا على الفريمز واختارنا مسلا حالة الاكسيل فورس وشوف اوكي. هلأ عندي في اكسيل فورس طبعا بتطبقى برضو زي ما احنا شايفين بالمنزر ده كده. لما رح لنصبعه على المومنت. هيطلع المومنت بتاعي بالمنزر ده كده. فواضح هنا ان المومنت عن الممبر ده بزيرو لان compte cm Love وفي الاخر عندي هنا الحمل اللي اطلع معاك راته هنا. وبعدها هنطة Вот Abend number اتلاقي المومنت بتاع قصة لصفر Elizabeth اللي طبعا يلاجتجنا هنا. فالمومنت بتاعنا هو وضح هنطبيبيع هنا كده. لكن مشكلة عندنا في العموط ده والعموط ده احنا الي هنا حمل موزع. لكن واضح ان المومنت طلع معنا مش مزبوطة يعني مفروض الممت تعني يكون واخد شكل برابرا لكن هو وضح عندنا أنه واخد شكل كده يكون كيرفت كده مرة واحدة وعبارة عن خطوة موصلة بعضها فإيه اللي حصل؟ نرجع تاني طريقة finite element analysis أنت ما بتحسب الممت هنا في الساب مش بيحسب من خلال دابلو إلى تربية على ثمانية لكنه بيقق section القطاعات وبيحسب الممت عند كل قطاع وبيوصل بينهم فأنت بيجدك أحايا أنه هو ماشي اللي هو مقدار اللي هو برابرا بتاعتك فهنا كل خط من دول اللي احنا عملنا زوم كده كل خط من دول يمثل section عندك فواضح أنه هو على الكاميرا دي والكاميرا دي خد 3 section بس section في البداية وسection واحد في النص كده وسection في النهاية فوصل بينه فطلع موضوع عندك اللي هو أبرابت بالمنظر ده كده فإحنا عايزين نقول للساب لا أنت خد section أكتر على العمدة لأنه هو الساب بايد فولت في العمدة بياخد 3 section بس لأنه العمدة بايد فو عشان خط يخلي الحل سريع بياخد 3 section لكن لو أنت عندك عمود أو كاميرا ميلة وهو فيها 3 section بس لازم تأخد section عشان خطر تظهر معاك فإحنا دلوقتي لازم نعمل إيه لازم نفك الحل بتاعنا عشان خطر نجرب تاني نحط section بتاعتنا فنفك الحل أوكي فإحنا اخترنا أي كاميرا كده ورأيت click عليها هتلاقي عندك أنه هو بياخد station كله نصف متر يقولك maximum station spacing نصف متر لكن لو رحنا click على العمود ده مثلا هتلاقي أنه هو أخد 3 section بس فانا عاوز أخلي دول برضو يكون نصف متر زي دول فانا اختار الأربع كاميرا بتاعوتي أو الأربع عمدة وهروح على assign frame وفي حاجة اسمها output stations output station بتحديد أنت كم section هتأخد معاك فانا ممكن أحدد بالعدد مثلا أقوله 9 وممكن أحدد بمسافات فانا أقوله هنا أن هي خليها نصف متر كل نصف متر يخد section وأقوله بعد كده أوكي فيعمل هالي بالمنظر ده كده فوضح هنا كلهم نصف section مع عدل العمود ده هو عمله تاكيشن بس بس عامل شفري معايا خاصة أنه معلش moment أساسا عليه axial force pass والآخر خات ثلاثة زي بخوض عشرة مشفري معايا في الحل خالص فنعمل run مرة تانية هتلاقي مرضي مومنت يطلع معاك دائما تبتوقع أنه يطلع معاك كيرفت بالمنظر ده كده خد دلك حتى في الحل الأولي أنه كان مومنت مقدره صح لكن مشكلة بس أنه كان واخد section قليلة عشان كده كان واضح الحقيق عندنا أنه هو مش مزبوط لكن كل ما زاد section هيزاوية دوية الحل لكن هديك حل لطبعا هيكون أقرب للحقيقة آخر حاجة بس عندنا أنا قلت لك قبل كده المثال ده مشايفة أنا أخذ بص فيه على deformة shape عشان خاطر هو إحنا معرضناش section لكن إحنا برضو هنا أو عرفنا لو بص هنا على deformة shape وقلنا wire shadow أوكي لو ترفت عن نقطة دي هتلاقي عندك مثلا قيمة بتاعتك point one six six five لو روحت هنا هتلاقي برضو نفس قيمة بالضبط الموجودة معاك والنفس الكلام دي حصل عند أي نقطة لكن النقطة دي لو قفت عليها هتلاقي عندك بديك اللي هو أربعة من عشرة تلاف وبعد كده point oh four لكن لو وقفت هنا هتلاقي الدقية مختلفة ليه كده فكر فيها كده طبعا هو الدقية مختلفة إنه هو في الآخر معرف هنا بيقدر اليو واحد والجونة والثلاتة وإحنا لو عرضنا المحاول كده لو روحنا على display miscellaneous للجوينت local axis فالمحاول ما يليه كده فهنا لو ما بيقولك يو واحد بل يو واحد اللي هي الحركة دي مش الحركة الرأسية اليو ثالثة اللي هي الحركة الميلة كده ودعيب لنك تلف المحاور فما تلف المحاور مع كده إنه ما يديك deformative shape هيديها لك برضو لفة عشان كده أنا دايما بفضل الحل ده لو أنت عين حمل ميلة للزاوية معينة الأحسن أنك أنت تحلل الحمل بتاعك هيديك نفس الحل بالزبط لكن في نفس وقت ما تبص على deformative shape بعد كده هيديك قيم اللي هي اللي أنت عاوزها في الآخر حد عاوزها الحركة الأفقية والحركة الرأسية ما حدش عاوزها الحركة الميلة بالمنظر ده كده فلو ما يديك محاول بديك الحركة اللي هي على الزاوية دي كانت حالة النظر شوفنا فيها الفريمز شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا